قال بعض السلف ما من عبدٍ إلا جعل الله له عينين في وجهه يُبصِر بهما أمر الدنيا وجعل في قلبه عينين يُبصِر بهما أمر الآخرة قال فإن أراد الله به خيرا فتح عينيه ألتين في قلبه فأبصر بهما أمور الآخرة نعم لا تُبصِر بعينيك ألتين في وجهك في أمور الدنيا وما عنده بلان وآل بلان حتى لا أتعذّل ولكن أغمض هاتين العينين ألتين في وجهك وافتح العينين ألتين في قلبك لتُبصِر أمور الآخرة فيقول يجد من اللذَّة ما يجد قال وإن لم يُرد به خيرا تركه ثم قرأ أم على قلوب أقفالها أم على قلوب أقفالها